السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل مع بعض بعنوان يعني يلا نزرع احنا بنزرع شجرة طيب اول جزئية معي هنا الانيمال الانيمال احنا قلنا ان ال اي هنا بتتنطق ا لان بعديها ام زي بالكول مال هقول اانيمال طيب اي الانيمال اللي معينا هنا زي كلمة كاو طيب الارنب الار بعدها اي فهتبقى رفتوح هقول را والبي هنطقها بي واحدة فهي بعدها اي فهكسر الاي فاقول را بيت طيب دجاجة هن ال اي منطقك انها فتحة فاقول هن طيب معزة يعني جوت طيب منكي ال او مش بنطقها بنطق من ال ام لل ان على طول فاقول ما منكي طيب البغبغين بشيل ال او خالص واقول بارت بارت الزرافة بنطقها ج ج ج جراف في فيديو مخصوص معمول للحيوانات بس ومكتوب بالزبط ازاي هتنطقي كل جزئية والكلمة الصحيحة تقريها كويس سعلا هيبقى فاكس فاكس طيب ايه البلاينتس النباتات اللي موجودة معينا في اليونت ده زي الكرومب بيتقيل عليه ك كابيج كابيج طيب الجزر كارت كارت مش بنطق ال او طبعا اليقتين بامبكن بامبكن طيب التفاحة اابل اابل طيب او تقالا اورينج اورينج الموزة ده ثري سيلابلز بانانا يعني فيها ثري باو اول سؤال معتاد معينا حلو جميل what can you see بيتكار معينا في كل اليونتس what can you see ماذا تستطيع انترى ابنك هيقول i can see و a ا ا او an لو a يبقى الحرف اللي جاي بعديها consonant ساكن انما احط an لو الحرف اللي بعديها فاول طب ايه هي الحرف الفاول a e i o u طيب عايز اقول دلوقتي انا شايف ارنب هقول i can see ا ا ولا an لا احط ا ا عشان الاردي كونسننت فاقول i can see a rabbit طيب عايز اقول انا شايف جزرة هقول i can see a carrot و جيبي بقى صور لابنك و دخليه لهو يبتدي يقول i can see كذا طب انا شايف تفاحة i can see an 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 apple تفاحة i can see an orange عشان هي بتبتدي فاول طيب عايز اقول it's a d بتكون انها تكون بقرة هقول it's a cow ده بيكون ايرن it's a monkey ده بيكون برتقالة it's a orange طيب لازم اعلم ابني اسمائي الاشوار القريب this with that قريب والبعيد لو انا بشاوي على حاجة مفربة آآ قريبة اقول this طب لو حاجة بعيدة اقول that كأني بنادي من بعيد خلص وشان تثبت معي طب عايز اقول دي بقرة اقول this is a cow طب عايز اقول دي تفاحة اقول this is an apple طب عايز ابقى دي بعيدة خلص الكاو دي بعيدة لو يقول that is that that is a cow طب التفاحة دي بعيدة اقول that's an apple بعد كده ask about near object لو انا بسأل على الاشياء القريبة سؤال بقى اي سؤال what's 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 طب لو هي حاجة قريبة اقول what's this طيب الاجابة بتقول it's it's افضل اسأل ابني بقى تقول النهار what's it this what's it this يقول لي it's a bun it's a paper it's a hen it's a cow it's an apple دي تفاحة طيب لو عايزة اسأل على حاجة بعيدة هقول what's that what's that لقى بها تكون it's a girl it's an apple اي حاجة بعيدة هتبقى السؤال عنها بذات طيب لو هتكلم عن العلم عشان هو واحد فاقول a a rabbit بياكل eat بس احنا قلنا ان هي وشي ويت بتحب الاس فلازم حط الفرب بتاعها اس فاقول a rabbit eats a carrot تمام طيب عايزة اقول الارد بياكل الموز a monkey eats bananas تمام لو هو بياكل موزة واحدة اقول a banana لو هو بياكل موز كتير بيقول اي bananas طيب a giraffe eats leaves بتاكل اي اوراء sugar طيب بتاع نشوف الplant الplant المعينة دي نبات والأجزاء بتاعتها البورس بتاعتها اول حاجة بيبقى فيها flower تمام وبيبقى فيها fruits اديو هنا بنتقها اوو يرجع الفانك ستاني وأوراق الشجر اسمها leaves ووراق واحدة اسمها leaf والتربة اسمها soil 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 والجزور اسمها roots roots والبزور اللي انا بحطها في التربة اسمها seeds seeds يعني بزور طيب اذا اعلمه يتكلم حاجة في الحاضر او في المستقبل اه هقول لو انا هتكلم عن المضارع اللي هو present يعني هقول the plant the plant grows in the soil بتنمو فين في التربة لانها موجودة قدامي هي بتنمو هي خرجت طيب لو انا قدامي seeds بس بزور ولسه ما انا ماتش هقول دي سوف تنمو سوف يعني well هقول the plant will grow in the soil هتنمو فين في التربة طيب ناخد اكزامبل تاني لو انا عندي ايرد بيأكل موز واردي كان الموزة دي فهقول the monkey eat already هو بيأكل يعني لسه شغيل the monkey eat يعني سنام كاكت صبور spines اشوك rain يعني مطر dry يعني جاف camel يعني جمل wet يعني مبلل بارد ومانكي عشان هنعمل هنا ايه مقارنة بين in the desert و in the forest طيب عايز اقول in the desert هقول ايه اول جملة معايا it doesn't rain مش بتشتي مش بتمتر يبا هقوله it doesn't rain in the desert طيب عايز اقول التربة جافة هقول the soil is dry the soil is dry faint in the desert طيب a camel leaves faint in the desert كل جملة تكملة بتاعتها in the desert يعني اقول it doesn't rain in the desert بل بتمتر في الصحراء عايز اقول the soil is dry برضو in the desert التربة جافة في الصحراء عايز اقول الجمل بيعيش في الصحراء اقول a camel leaves in the desert طبع عايز اقول الكاكتس نوع من انواع النباتات اقول الكاكتس is kind of plant طيب in the forest في الغيبة it rains دي بتمتر طبع عايز اشوف التربة the soil is wet in the forest الصحراء بتكون ايه مبللة طبع عايز اقول البغبغين بيعيش في الغيبة هقول about leaves او عايز اقول الارد هقول a monkey leaves ومنتاش الاس عشان دول eat بتحب الاس leaves in the forest كده احنا عملنا مقارنة بين الاتنين في معلومتين كمان لازم نزيجوها ان camel الجمل eat saves اغد بالي من الاس saves يعني يحفظ يحفظ يعني يحفظ saves the water بيحفظ على المية in its ham في الهم بتاعه اللي هو على ظهره دوت بيحفظ على المية جوه a cat اللي هو الصبر it has spines عنده اشوك طيب الجزء الفونكس بتاع هنا letter a اللي هو طبعا السند بتاعه a زي ant apple وهنا عندي المدل letter الحرف اللي في النص ا زي sad زي man زي mate طيب السند بتاع the o a زي orange always hob mob تمام طيب السند بتاع the i اللي هو زي الكسرة كده ايه ايه دي بقى pen وبان اخد بالين دي هطلع فيها هوا كل الكلام ده احنا خدنا في الفونكس الجزئية اللي معينا النهار ده اللي هي syllables المقاطعة طب اعرف منين اللي قدامي ده one syllables ولا two syllables ولا three syllables بغس على الفاول كام حرف ذي كام سربل ذي كن ham ذي كن fox ذي كن cow ao ده if you want سربل يبقى one سربل لان في one vowel تتعنشو في الجمل كده ما اسمها زي كا ادي كده او الفاول mel لتاني فاول يبقى كده two سربل تتعنشو orange or ange two سربل كا ادي اول فاول كا ت ادي كده تاني وليبقى two سربل تاب three سربل تتعنشو for for بعد ما c pharmacy تتعنشو الفيل elephant عن three vowels e e a تاب cor ben ter carpenter أو cor penner في three vowels يبقى three سربل let's imagine spoon يعني معلقة فاضل هو الكمان moon يعني قمر تعني نتخيل كده الجمل دي وني قروها مع بعض لازم ابني قروها عشان يسبت الشور تباول هيقول a cat القطة can play بتقدر ان هي تلعب the faddle تلعب بتقدر البقرة تنط على المون a dog اللي هو الكلب can laugh يقدر ان هو يضحك a dish can run away with this boon طبعا انا بساعد في قراءة الجمل دي عشان اتأكد ان الشور بتاعته حلوة وبكده نكون خلصنا اليونت لو استفدت من الفيديو سيشتعملي like و share وتبعت المهم اللي ما احتجاه و متحرموناش من like على الفيديو والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتراك